في خبر آخر أيضا دكتورة هالة السعي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية شركة كمتحدث رئيسي في اجتماع فريق العمل الخاص بما يسمى الرخاء الاقتصادي وده الحقيقة فريق منبثق بشكل أو بآخر من الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في إطار شراكة مع الأمم المتحدة اللقاء كان بحضور أليك أتشلسن الممثل المقيم لمنظمة العمل الدولية في مصر وتم عن طريق الفيديو كونفرنس وتم من خلاله منقشة خطة العمل المقترحة للعام 2021 كمان قالت الدكتورة هالة السعيدي أن الدولة اتخذت إصلاحات وإجراءات كثيرة لتهيئة بيئة الأعمال وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وده بيهدف أيضا لتحقيق النمو الشامل والمستدام أكدت كمان وجود خطة شاملة للإصلاح الهيكالي لسبع قطاعات وعيدة في الاقتصاد لها الأولوية وعلى رأسها هيكون المجال الصحي